الحمد لله الناس كانت رجالة النهاردة مرسوا 120 دقيقة وضربات جزاء كل اللعيبة تفوقت على نفسها كيروش برضو تفوق على نفسه في المباراة دي أداء رجولي لعب بإمكانيات برضو الفرقة مغامرش ابتدى ياخد المطش واحدة واحدة من البداية قسم المباراة كان حريص أعتقد أن احنا نطلع الشوط الأولاني ما يتسجدش في مرمان حاجة لأن كان ممكن يحصل إحباط منها جامد ويزود المعنوات في فرقة الكاميرون إنما الشوط الثاني تحس الأداء بتاعنا بقى أحسن وابتدى المنتخب مصري يهاجم ويضيع فرص في ناس تفوقت على نفسها منها مثلا محمد عبد المنعم هاي ده نجم البطولة مش نجم طبعا المباراة بس فتوح كان كويس أول حقيقة كلهم كانوا رجال حتى اللعيبة اللي نزلت وأنا من هنا برضو يعني فيه نقطة عايزة أتكلم فيها أول حاجة موضوع محمد شريف مش عايزة الناس برضو تقعد تبالك فيه شوية أنت عارف أن أي أخطاء بتظهر أو أي مواقف صعبة شوية بتنصهر مع المكسب أي هو الرجل كان طبعا منزل محمد شريف وفي الفترة الأخيرة على أساس يزود الناحية الهجومية بس لما حس أنه خلاص قرب يوصل لضربات الجزاء فطبعا نزل زيزو لأن زيزو طبعا ترتيبه نمر واحد فيه ضربات الجزاء فأنا عايزة أقول للناس إحنا كلنا دلوقتي بمبصش لأفراد ما فيش تعليقات على أي حاجة بتحصل أكيد أي مشروع لازم بيقى فيه بعض الأخطاء كله هيعدي المهم إن احنا إن شاء الله نوصل للكاس بعد المباراة الصعبة لأن المباراة الصعبة اللي جاية دي مباراة صعبة فعلا بين سادي ومانيه وصلاح صح والصعوبة فيها كمان إن السنغال دي اللي هتقابلها كمان فيه تصفيات كاس العالم فهي بروفا من بدري إن شاء الله بإذن الله نكسب المباراة وناخد الكاس ونكسر المعنويات طبعا بتاعة الفريق السنغال عشان برضو طبعا المباراة بتاع التصفيات المباراة الأولانية والمباراة التانية ومن هنا برضو أسلام لازم برضو أشكر ناس كتير طبعا ببارك طبعا للتحاد الكرة المنتخب الجديد ومش عايزة أنسى برضو يعني اللجنة اللي قبل كده والمهونس أحمد مجاهد على اختيار كروش اللي كانت الناس يعني الحقيقة من أول مباراة في ناجيريا يعني ابتدت تتكلم على حاجات والعقد والشرط الجزائي دلوقتي أعتقد أن الناس حست أن الراجل ده كان بيشتغل بمنهج معين وبيشتغل بطريقة معينة عشان يقدر يوصل لهدف بتاعه قابل تحديات كتيرة من الناس والجمهور والإعلام في حاجات كتيرة جدا إنما هو فضل مكمل ومصمم على الفكر بتاعه أعتقد اللي هو أثبت للناس كلها أن الفكر ده بصراحة الفكر ده يعني أثبت أنه هو كويس وحتى اللي كان بيشكك في الطريقة بس النقطة بالنسبة لكابتن برضو وإحنا بدتكلم برضو خليدينا أخذ مثلا أنا ما فهمتش موضوع محمد شريف إنه هو نزله خمس داوط الله هو كان محتاج فنيا يعني محتاج يقوي برضو الحتة الهجوم لأنه بقى فيه بعض المساحات اللي ممكن واحد زي محمد شريف هدف مصر وهدف الدوري إنه هو يقدر يستغل المساحات